السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بنا ظالم اتماع الكرام سأقوم اليوم بالإجابة على ثلاث أسئلة دائما ما يقوم يطرفها في أسئلة يعني الكل اللي يكون يعرف أجوبيتها سوف أقوم اليوم بالإجابة عليها بإتصال شديد أول سؤال هل يمكنه برمج تطبيق كامل عن طريق القطلن الجواب طبعا بالتأكيد يعني يمكن نتبرمج تطبيق كامل حالها حال الجزء يعني ممكن أن تبرمج تطبيق كامل عن طريق القطلن طبعا بتطيقه بالتأكيد يعني اتبعه ممكن ت państワيط بدأت عن طريق لوط لغة القطلن وحدها وتطبيق لا استخدم بيئة خاصة بالتطبيقات الاندROيد انها بيئة اندرويد وستوديو هذا لازم يكون واضح ومهن تطبيقن لغة القطلن بالبداية مثل جابا ايضا جابا لا يمكن ان تبرمج نطبيق اندرويد مباشرة عن جابا بلغة جابا لازم يعني تستخدم جابا مع الاندرويد ستوديو كيف تتعلم المرة كوتليند بعد ان تكمل تعلم الاساسيات في كوتليند تتقل الى استخدام بيئة لاندرويد ستوديو وتطبق الكوتلين على كوتلين سؤال الثاني يقول مثلا احد يقول مثلا انا مبتدى ولا اعرف اي لغة لبرمج نطبيقات لاندرويد حل اتعلم الكوتلين من الجابا الجواب هنا يختلف حسب استوعي او حسب الشخص يعني هنا يقول مثلا انا مبتدى يكون الجواب باشرة يختلف على انه هو غير مبتدى انه كن يستخدم لغة برمجية سابقة خاصة لغة جابا فهنا يقول انا مبتدى لا ولا اعرف اي لغة لبرمج نطبيقات لاندرويد هل اتعلم الكوتلين من الجابا هنا وضع يعني خيار كوتلين من الجابا يعني هو غير يستخدم بيئة لاندرويد ستوديو مثلا ممكن هو انت تستخدم لبرمج نطبيقات اندرويد وانت تستخدم السي شارب مثلا لكن اذا كنت خيار بين الكوتلين والجابا طبعا السي شارب ما موضوعنا حاليا تختلف الجواب عليها وانت تريد اخ情 عن الكوتلين او الجابا كэтому تستخدم الاندرويد الفاديو فالجواب بها انت مبتدى لماذا تتعلم الجابا يعني يعني ان كنتي مبتدى и لا تعلم لغة الجابا ولماذا اتعلم لغة الجابا سابقا وانت بدون تفكير اذا تريد ان تختفى التطبيقات الاندرويد بدون تفكير يعني تمام الكوتلين من الجابا لازم تختار الكوتلين من تواجع فالجابا لغة الجابا جابا لغة boyfriend الكوتلوند أصلاً أقوى من LoL يعني كثير كثير مبرجوان جواب تحوره كوتلوند إذا من البداية تشرح ضئ لا أتعلم جواب إذا كتابة جدا قواهلها جواب فإذا أتعلم جواب survival ويتعلم اليوم هذا التفكير الخاطر جداً لا لدي علاقة لكن لا بها büyük علاقة لغة مستقلة و meus أصوت ك كتابة جوابه أقوى من جوابه فإذا كنت ترى مبتدون انا بس قمته Ox لتشرح ف responsibility أفضل الأسهل من الجافة بكثير يعني ممكن إلي يعرف التطبيقات الاي او اس يعني اللي كن اشتغل عليها بالبداية كانت لغة اسمه Objective C كانت لغة ايضا معقدة مثل الجافة واكثر تعقيب الالجافة الآن اتلت لغة Swift يعني كثير مبرمجين كانوا يستخدموا Objective C الآن انتقلوا إلى Swift يعني اسهل منها Swift طبعا تشبه الكوتن يعني من ناحية السلولة خاصة سلولة الكوتن فالجواب اذا كنت مبتد وما تعرف لغة برمجية مباشرة نتعلم بالطبع السؤال الثالث يقول مثلا انا اكملت العديد من الكورسات الخاصة بالجافة وابرمج بها منذ فترة هل اتركها واتحول الى كوتن هنا الجواب يختلف اذا انت تعرف لغة الجافة وتبرمج بلغة الجافة انت لماذا تحول الكوتن ماش تتحول الكوتن اذا كنت تعلمت الجافة وتعبت بها وصلت مرحلة بلغة الجافة لغة الجافة لغة الجافة قوية جدا لغة الجافة لا يعني ما بس فقط تستخدم للاندرويد ستوديو ماذا صح تعمل بها تطبيقات اندرويد لغة الجافة ممكن تعمل بها اي تطبيق بقاسة المكتب تطبيق مواقع الانترنت وويب سيرفز كل شي تعمل بجافة لغة الجافة تختلف وممكن تطبيقات اندرويد احترافية وقوية جدا فانت اكملت عديد من الكرسات مثلا اكملت واحد يقول لي اكملت كرسات مثلا من السيد عبداللعيد المية واحد المية واحد المية واحد المية واحد المية واحد لا تحتاج شيء بالكرسات إذا انت تغيير السهولة فكيف انت مخير انت مجبورة على الجافة ولا لك انا احفظها لغة جديدة اسهل من الكرسات ما تترك الكرسات وتجي عليها وانت احترفت باللغة الكرسات مثلا لا اذا انت احترفت بالجافة وتعلمت وامتهمت عليها واستفدت منها اده يعني صار عندك كتابة الكود بجافة بسهولة انت ما يحتاج ان تقرأ كوتمن ابت هذه السؤال هنا يعني الجواب يختلف من شخص الاخر اذا ما كان يعف اي شيء اقول له كوتمن اما اذا كان يعف بالجافة ووصل مرحلة بالجافة استمرها بالجافة طبعا شيء مهم يعني لازل انت يعفوا الجميع ايضا ان انت بالجافة وبكوتمن ممكن تعمل اي تطبيق انت باللغتين اي تطبيق ممكن تعمله بجافة اي تطبيق ممكن تعمله بجافة وطبعا السي شارف نفس الشيان فهي اللغات ممكن تعمله بها اي تطبيق فقط الاختلاف في تنسيق اللغة يعني ترتيب اللغة فالكوتمن اسهل بكثير هذه نقطة القوة الاكبر هي السهولة اثنين ام تختمل بها بكل شيء اي تطبيق طيب طيب من نسبة السؤال هل يمكن ابرمج تطبيق كامل عن طريق الكوتلند هو انت يمكن ان تبرمج تطبيق كامل عن طريق الكوتلند او الجافة لكن ما كل التطبيقات تطبيقاتك مثلا تعتمد اللي بها الويب سيربس مثلا انت تحتاج ويب سيربس هذي تختلف هاي ما ممكن تعمله عن طريق الكوتلند ولا ممكن تعمله عن طريق الجافة واحدة يعني انت عندك اكثر من بيع اكثر من انفايمنت انت عندك نظامين نظام السيرفر الخادم نظام السيرفر الخادم اللي هو مثل يشغل لغة PHP طبعا الجافة اي من تختلف الخاتم لكن تختلف عن البرمج الاندرويد ما امر الستوديو يعني لكن مثلا انت PHP عندك حتى تبرمج الخادم مثلا اي بي اي سيربس اللي شرحناها قبل فترة مال الويب سيربس هكو طرق عديدة تبرمج اي بي اي بي اي فهذه الحالة تحتاج لغتي يعني لغة مثلا PHP حتى تبرمج الاي بي اي بي اي ما الويب سيربس تحتاج الكلينت اللي هو تحت التطبيقات اللي بيها ويب سيربس طبعا المفتوضة تطبيقات النظام الحقيقي ما لازم بي ويكسر لازم في قواعد بيانات موزك وهذه ما ممكن تعمل انتلاك او لا بجابه واحدة هذا الشيال المهم ايضا وكو طبعا اي اي باك اند ايضا اي او اي اتبر اتبر منصة صحابية الى فايربينس وممكن اذا تربط عن طريقة اندرويد ستوديو يعني تتكابل مع اندرويد ستوديو منصة على الانترنت سهولة جدا تنطبط مع الاندرويد استروديو وممكن عن طريقة جافا والكوتلون ما كيفره وقلنا نقطة القوة بالواحش رحل إن شاء الله الفير بيست إذا صع عندي مجال أحسن سيلا الله بوقت معي قلنا كوتلون نقطة قوتة أهم نقطة قوة للكوتلون هي البساطة لكن أكو نقطة قوة أخرى للجاب ونقطة الضوء في الكوتلون بالنسبة لي مهمة لأنه تعبت كثير بالدروس المتقدم يعني كثير وتعبت لما درست المتقدم من بداية المتقدم في الكوتلون ما أفل تقريبا ما أفل ومع العربي أصلا ما أفل لكن الإنجليز قليل جدا يعني كورسات باللغة الإنجليزية وكتب قليلة جدا على الكوتلون أغلب على الجاب فهي نقطة قوة باللغة الجاب هاي اليوم في الجاب هاي نقطة قوة عندي متوفر أدة كورسات طبعا الأساسيات موجودة الجابا والكورتنا موجودة لكن المتقدمة مثلا الارتباط بالويت سيرفر أو حتى بالفاير بيس يعني يكون أمور متقدمة كثيرة مثلا يعني الاستفادة من موارد الهاتف مثلا الكاميرا المسائل أغلبها بالجاب هاي الأمور اللي بيها نوع من التقدم وحتى السيكيور اللايت يعني نادر ما تموت ممكن أنا مبلغت أصلا السيكيور اللايت يشرح على الكوتلون فقط على الجاب إلا درس الحسين الربيعي بالغير مجاني باللغة الإنجليزية اللي يفتحه مجاني هذا بينه على السيكيور اللايت الويب سيرفيز راح يشرح احتمال بس بعدني حد الأمور مشكلة دروس حسين الربيعي بالدورة ما رأتولي على الودمي انه هي أول شي انجليزية يعني اللي ما قوي بالانجليزة هي واجهة صعوبة ثاني شي مباشرة نعمل تطبيق يعني ما يشرح لك هي خطوة خطوة مثلا سيكيور اللايت ليش نحن كالسيكيور اللايت خطوة خطوة واشفين تعملها واشفين تبلع مباشرة نعمل بها تطبيق هاي شوية نوع من المشكلة بها افتقد هذا كل شي اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته